تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق لبيعها بسعر أزيد من المحدد لها حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنسيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطع الأمن العام من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار تنسيق وتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية لمواصلة توجيه الضربات الأمنية القوية ضد العناصر التي تحاول حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة منهم لرفع أسعارها استغلالاً للظروف الدولية الراهنة وأصفرت تلك الضربات عن نجاح الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة قام مالكه بحيازة أكثر من ثمانية عشر طن من سلع الغذائية متنوعة بأن قام بتخذينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك انطلقت الحملات الأمنية لتحقيق مزيد من الانضباط في السوق والتصدي لمحاولات رفع الأسعار وتمكنت الإدارة من ضبط خمسة وسبعين طن ونصف طن أرز غير مصحوبة بأي مستندات تفيد مصدرها بحوزة صاحب مضرب أرزب الضقهلية كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق كما نجحت في ضبط قرابة 188 طن مواد غذائية متنوعة بدون مستندات وغير معلن عن أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية كان يقصد من وراء ذلك إلى بيعها بالسوق السوداء واستمرارا لتلك الحملات وما تحققه من نتائج إيجابية في التصدي لمافيا التلاعب بالأسعار نجحت الإدارة في ضبط 22 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروع من وراء بيعها بأزيد من سعرها المتداول كما تمكنت من ضبط قرابة 21 طن دقيق وأرز وزيت طعام وسكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية وضبط أكثر من 18 طن دقيق وزيت وأرز ومكارونة وسكر معبئة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات تم تخزينها لرفع أسعارها بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة وأصفرت الحملات المكثفة للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق عن ضبط 20 طن ونصف مواد غذائية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط قرابة 20 طن أرز وضقيق وزيت ومسلي مجهولة المصدر بحوزة مسؤول إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وضبط 18 طن زيت تموني بحوزة مسؤول أحد فروع الجملة بالإسماعيلية لبيعها بأزيد من السعر المحدد لها الإدارة تمكنت من ضبط 50 طن سكر تموني بقصد بيعه بالسوق السوداء بحوزة أمين عهدة إحدى فروع الشركة لتجارة الجملة بالقاهرة وضبط 30 طن دقيق أبيض بحوزة قائد سيارة بالفيوم كان يهدف لبيعها بأزيد من السعر المتداول في الأسواق وتتواصل الجهود للتصدي لكافة ظواهر الاستغلال وحجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة الغذائية والمضاربة بأسعارها لرفعها عبدالله بركات التلفزيون المصري